لا 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 يمنين لبنين ملعى ما بد palette دنيكo اسمه الي دا دتم مطخونة ركيب العزوزة عينس بنيورية وزنين القاذي اصويبها فاطمة هيتم اناش فيه لا مش تنسياء فيهن بانه مهيش عادية تحبو تعرفو علي اش comer وهاكا ملاء تبعو عونيي تعط Uns av عين يا سفدان يا جبان هو كي جي تشوف كل بلا من نفقته بين عشيه يعني اسم على مسمى مثلا المدفونة هي ميكلة جابوها يهودي تاليا لتونس واسمها مدفونة على خطر يهودي معروفين نهار السبت يسبتوا وما يعملوا حتى شي على خطر دينهم محرم عليهم يعملوا أي حاجة نهارت السبت خاصة خاصة تشعيل النار على هيفيكا يبيطوا المدفونة منهارت الجمعة تحت النار بيش نهارت السبت يلقوها حاضرة اسم مدفونة جي من الطريقة اللي تبت بها واللي هي تبت مدفونة للا كاملة تحت النار بالمدفونة نمشيو الركيب العزوزة صحيح اسمها يفجع اما متخافوش الركيب مش من مكونات متاحا الميكلة هذي فيها نوعي النوع اللول أصله تونسي وهو عبارة على خبز يتيب مقلي ويقولوا لي تسميت ركيب العزوزة على خطر المرأة كي تكبر في العمر ومعاش تنجم الوقف برشا في الكوجينة وبالنسبة للنوع الثاني هما حلويات وأصلها اندلوسي تيب مقليا وجيه شوشا وهو معروف عن سيل كباريو مرضو برشا بشيش تلعيذة هذي كعليش تسميت ركيب العزوزة مدي مش بدنا لاندلوس هاي نحكي لكم العين سبانيوري يقولوا وقت اللي هربوا لاندلوس لتونس التوينسة تبهروا بزينهم وعينهم العين ملخذرة للزرقة للشويفر الطويل للشعر لصفر يخي عملوا لهم ميكلة شبه لهم كهدية بش يرحبوا بيهم وسميوها عين سبانيوري مديمنا في جو الأعزاء برخ انتعديوا الوذن القاضي هي نوع من الحلويات الأندلوسية وكانوا انسي هربوا فيها الزهب وتسميت وذنين القاضي على خطر القاضي لازموا يركز مع المتهمين مليح ويحلوا وذنيه بش يحكم بالعدل والحلويات هذه مربوطة بالقاضي في الدول الكل مثلاً في مصر اسمها عمة القاضي وفي المغرب اسمها لقمة القاضي مسكين هالقاضي فتفتوه حتى فاتمة مسكينة زيدة سويبحة عملوهم بريك ويقولوا اللي سويبع فاتمة أصلهم مالتي ملعليش ماسموهمش سويبع مارية مثلاً واسمهم سويبع فاتمة على خطر يتعاملوا بالحمة فروق ويجيوا جويدين كما السويبع إما بالنسبة لسم فاتمة في الوقت هذيك كان يسر درج وهذيك عليش أي حاجة تسمى بيه كما مثلاً الدق ديقان تاع البيب اسمها يتفات مزيدة حسيلوا الميكلة تنسية طلعت من داخل من داخل مهيش تنسية